رب يسوع زي مهارة معاكم بعد شوية قال لليهود الذين آمنوا بهم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي من يكمل معايا الآية دي؟ وتعرفون الحق والحق يحرركم كيف سيحررنا الحق؟ الحق يحررنا عندما يرجع العقل إلى وضعه الصحيح ليأخذ مكانه في توجيه الإرادة فيطلقها من عبودية الرغبة التي توجهها فيستطيع الإنسان أن يستمتع بالحرية يمكن يكون كلامي صعب بس هفك بعد شوية وكلام هيسهل لكن هذا الوضع المثالي عقل يوجه الحق يوجه الإرادة لتدير الجاسد هذا وضع مثالي لا نراه لا نراه والسؤال يا ترى ما الذي حدث؟ الذي حدث كارثة كبرى والكارثة الكبرى اسمها الخطية والخطية ليست فعل آثم الخطية أعمق من هذا الخطية شوهت كيان الإنسان شوهت كيان الإنسان ففصلت بين عقله والحق وفصلت بين إرادته وعقله وجعلت الإرادة صريعة لقيادة الرغبة ما نراه في روميا سبعة نحن نرى إنسان يعيش مأساة حقيقية لأن إرادته توجهها رغبته عندما تصبح الإرادة صريعة تخر أمام الرغبة تفقد الحرية ويصبح الإنسان في وضع مأساوي الخطية هي التي شوهت هذا النموذج المثالي الذي قصده الله وعندما جاء النموس وهنا أعود إلى فكرة الأطرحات التي يقدمها المنبر المسيحي وفشلها عندما جاء النموس النموس يقول لا تشتهي يعني لا تشتهي فكر في الكلمة دي يعني لا تشتهي لا تشتهي لا تترك إرادتك صريعة لرغبتك اللي أنا أحكي الوصية العاشرة في النموس لا تشتهي تعني أن لا تجعل إرادتك موجهة برغبتك لكن الرسول بوليس يحاجج محاجة عظيمة فيقول أن الوصية مقدسة النموس عادل وصالح لكن للأسف النموس لم يحل المشكلة أنه مجرد ما يقول لي لا تشتهي بمعنى اللي أنا قلته دلوقتي لا تجعل رغباتك توجه إرادتك هذا لم يحل المشكلة بل بالعكس زودها ويقول العبارة الآتية البديعة في صياغتها يقول قبل ما جاءت الوصية كنت أنا عائشا قبلا لكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا فوجدت الوصية التي هي للحياة هي نفسها لي للموت في مشكلة هو بيقول أنا كنت ساكت لما جاءت الوصية بتقول لا تشتهي يقول الوصية أنشأت فيي كل شهوة إذن عندما جاءت الوصية تقول لا تجعل إرادتك فريسة لرقبتك ترجمة نانسي قنقر